احنا عايزين نشرح شوية للمشاهدين يعني انا عارف القصة وانت عارف القصة بس يمكن يكون الموضوع مختلط شوية بالنسبة للمشاهد دلوقتي ان الام خبت على الولد اي انا عايزك تشرح بالزبط قصة الرواية لان الام خبت على الولد قصة ابوه خبت على الولد عيلة ابوه على اساس ان هي برضو وده اعتقد جاي من حب التملك برضو ان هي عايزة ابنها يبقى ليها هي لوحدها فلغت تماما دور ابو لغت تماما دور اهل ابو وكأنه ملوش ابو وكأنه ملوش عيلة ابو والولد اكتشف ده بعد كده فانا عايزك تحكي القصة بقى انت من وجهة نظر الكاتب ويمكن ارجع بيها كمان خطوة وراء شوية ليه الام عملت كده ودائما المشكلة احنا بنشوفها زهرة بس بيبقى ليها جزور ان هي طلعت في بيت مفكك اصلا ان هي الام طلع من بيت وطلع عندها مشاكل بالزبط كده ان هي فكرة جو العيلة ان هي اصلا مش طلعة في كده فانا يعني ممكن في الرواية بحاول انا قيش اكتر من حاجة دائما بنشوف شخص شراني هو مفيش حد بيتولد شر ايه هو فيه ظروف بيعد عليها طبعا هو الانسان في الاخر يعني مش ملك الظروف اكيد بس اصدها بتأثر فيه اكيد فهي الام طلعت في بيت مفكك في يعني مصايب كبيرة جدا اه فطلعت ان هي ما متصدق ان هي تلاقي حاجة ملكها اه بالزبط ما هي برضو ضحية مشاكل كثير اجتماعية مرت بيها بالزبط كده فلما عملت بيت حس ان هو هيبقى مفكك فعايز الشخص ده قدامها طول الوقت عايز ابنها ما يخرج ودي خايفة يضيق منها بالزبط كده ودي شخصيات يعني انا عرفها شخصيا اللي هو وتيجي تتكلمي معاها تقولك هو كده يعني بنوصل لحتة طب واحد انت لاتما انت كشخص لازم تحب ابوك وامك ومراتك وابنك كلها علاقات نقطة هو كده اللي هو مالهاش تفسير هو شخص مش عايز غير كده فهو طلع في ظل الام دي هو حتى يعني الرواية لما يتحرك هو امه ماتت هو طول الوقت شايفها شخص جميل جدا لما بيشوف كواليسها وبيقرأ مذكراتها فبيبدأ يشوف الجانب اللي هو حتى حرقه في الرواية يعني هو ما حبش حد غيره يشوف مذكرات امه فهو كنت دايما الامه امه برضو ومهما كانت هي ايه ومهما غلطت في حقه ومهما هي امه في الاخر ما هو كان لازم يبرها رغم ان هي صحيح كإنسانة سيئة جدا ان هي تحمل من الشر يعني اللي ضمر أسرتين يعني اه بس في نفس الوقت ده اللي انا كنت بسأله لأكتر من حد يعني او ده النقط اللي جالي اللي هو هل الام مضرت ولا مضرتش فانا سألت سؤال هل هو قدر يعالج الضرر ولا هل الام لو الام كانت عايشة وفي حد هتسبب بضرر فاحنا قدام ان هو والانسان لازم يقول الحق على نفسه او على والده او على امه لو وقف مسألة اللي هو في حياة اموت شخص لكن مسألة اللي هو كلام بيوت اللي هو في الاخر حكايات شوية حكايات كلها ولو ادارت وعدت خلهم يقولوا على الله رحمها ان هو في الاخر طلع امه وكأنها كانت ضحية وهما اللي مش فهمين اشتركوا في القناة